وجع ومعاناة هي حال اللاجئين السوريين في لبنان ويزداد عليها جور الحكومات المتعاقبة على هذا البلد المنكوب أصلاً من تضييق يصل لحد الاختناق آخر هذه الحكومات هي حكومة تصريف الأعمال وجديدها فيما يخص اللاجئين السوريين هي خطة وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين الهدف أن لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان هذه الخطة أماطت عنها اللثام مصادر إعلامية لبنانية والتي قالت إنها تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول أي مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة لتذيله بالموافقة أو الرفض الخطة تضم أيضاً أن يكون مشروع أي جمعية عادلاً ومنصفاً وأن يصب في مصلحة اللبنانيين وليس اللاجئين السوريين فقط وهو أمر يتنافى مع القيم الإنسانية كما يراه مراقبون تلك المسمات بحكومة تصريف الأعمال أصبح شغلها الشاغل اللاجئون السوريون وكيف تضيق عليهم وليس خافياً على أحد مخاوفها التي تصرح بها حيث تجزع من فكرة بقائهم لكن هذه الحكومة التي لا تملك من أمرها شيئاً وخاصة في ملف إعادة اللاجئين السوريين وهو ما أكده قبل أيام وزير المهجرين عصام شرف الدين من أن تأخير عودة اللاجئين سببه الضغط الخارجي والشروط الأمريكية ما يدفعها للجوء إلى حملات تضييق ممنهجة على صعيد آخر حملات التضييق تدفع باللاجئين نحو الهروب عبر البحر ما يعرضهم للغرق أو الاعتقال من قبل السلطات اللبنانية وإعادتهم بشكل إلزامي إلى مناطق السلاء ميليشيا أسد ليكونوا عرضة الاعتقال وهو ما حصل مع نحو 200 لاجئ سورياً مؤخراً بحسب صحيفة الوطن اللبنانية التي قالت إن السلطات رحلتهم رغم كل التحذيرات